عزلة دولية تشهدها إسرائيل وتتزايد يوما بعد يوم من سحب الدول لسفرائها في تل أبيب وتصريحات تندد بالعدوان الغاشم الذي شهدته غزة وطالبت وتطالب بالاعتراف بدولة فلسطين دولة حرة إسبانيا وبلجيكا أثارت حفظة وغضب إسرائيل عقب تصريحات رئيسي وزرائهما الذين ندد بالحرب المدمرة على قطاع غزة وحثت تل أبيب والمجتمع الدولي على الاعتراف بدولة فلسطين ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد استطعت الخارجية الإسرائيلية سفيري إسبانيا وبلجيكا مواربة عن إدانتها لما وصفته بالمزعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في المقابل استطعت خارجية إسبانيا السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات الاتهامات إسرائيل الباطلة وغير المقبولة وقد سبق موقف إسبانيا وبلجيكا خطوة بوليفيا التي قررت قطر علاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رفضا وتنديدا بالهجوم العدواني وغير المتناسب في قطاع غزة كولومبيا وتشيلي واندوراس حذت نفس الحذو بصحب السفراء في إسرائيل للتشاور حيث وصف الرئيس الكولومبي العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه مذبحة ضد الشعب الفلسطيني فيما عبرت تشيلي عن رفضها العدوان وإدانتها له كما قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء جميع دبلوماسيها في إسرائيل للتشاور وكذلك أعلنت تشاد استدعاء القائم بالعمل في إسرائيل للتشاور معربة عن إدانتها الخسائر في أرواح الشهداء المدنيين ودعت إلى وقف إطلاق النار وفي البرازيل قال الرئيس البرازيلي أن ما يحدث في غزة هو جنون من رئيس وزراء إسرائيلي الذي يريد محو القطاع فيما تحدث إبادة جماعية حيث طالبت البرازيل والمكسيك بوقف إطلاق النار وكذلك وصفت النرويج إسرائيل بأنها تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة وأن ردت فعلها على هجوم حماس غير متكافئ وفي الجمعية العامة الأمم المتحدة ظهرت العزلة الدولية للموقف الإسرائيلي والأمريكي حيث وافقت أمم المتحدة على مشروع قرار قدمته المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين يدعو إلى هنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية